أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية عن تنظيم مسابقة لجميع ابناء الشعب المصري للاشتراك بالأفكار والمقترحات من أجل اختيار اسم للعاصمة الإدارية الجديدة وصياغة جملة دعائية لها بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة إذا إنشاء المدن الذكية الجديدة ونهضب المجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة ويمتلك الجيش 51% من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المشرفة على تنفيذ المشروع الذي يقع في قلب الصحراء على بعد 45 كم شرق العاصمة القاهرة وبلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 19 مليار درار فيما تعود التسعة والأربعين المتبقية لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية وتم تصميم العاصمة المستقبلية لاستعاب 6 ملايين وخمسمائة ألف شخص وتضم البرلمانة وجميع الوزارات والوكالات الحكومية ويدكر أن هذه ليست أول مرة في تاريخ مصر التي تنقل العاصمة فيها إلى مكان آخر أما قيمة الجائزة فهي مئة ألف جن للاقتراح الفائز سوف تنقل المستقبل الأخرى لن تحب في المنورايل ون تحب في المنورايل